صباح الفل على كل حبائبنا الأهلاوية معكم أحمد عصام من ملعبنا الأهلي والسلام وموارات الجولة رقم 23 في مسابقة الدوري أمام النادي المصري ماتش النهاردة إن شاء الله يكون الساعة 8 ونص بالليل على ملعب برج العرب في اسكندرية وبنفكركم أن الستوديو التحليلي هيكون على قناتنا الساعة 6 ونص مع الكابتن أيمن شاوي فرقنا بيدخل ماتش النهاردة وهو متصدر مسابقة الدوري برصيد 59 نقطة والمصري في المركز الخمستاشر برصيد 21 نقطة يلا بينا وقبل ما نبدأ ماتش النهاردة عايزين نعمل ركاب سريع للكام يوم اللي فاته اللي الحقيقة فيهم ضغط مباريات رهيب جدا إحنا بنصور 10 دقيقة قبل كل مباراة وبنبهدل فما بالك بالفرقة اللي بتلعب كل حوالي 72 ساعة مباراة فرقنا لعب 5 مباريات منذ العودة من التوقف في أقل من شهر تقريبا وقدر إنه هو يجمع 10 نقطة من أصل 15 والحقيقة حقيقة بشكر لعبتنا من هنا بعد الأداء القوي اللي ظهروا عليه خاصة في آخر 30 دقيقة قدام الجونة رغم النقص العدد دي والانتقاضات الكبيرة اللي كان بيتعرض لها لكنه قدر إنه هو يقدم مباراة كبيرة ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 95 ويصالح جماهيرنا ماتش الجونة كان فيه كلام كتير يتقال لك إن اللقطة المضيئة بالنسبالي هي أداءنا في آخر نص ساعة بعد طارد ألي ديانج بعد ما اتطرد وبقينا بنلعب بعشر لعبين الفريق ظهر بروح وشخصية كانت بيتابتقدها كل جماهيرنا وقدرنا نوصل للنقطة 59 ده اللي وسع الفارق كبير جداً مع عقرب منافسينا لدرجة إنهنا ما بقناش عارفين مين هو اللي في المركز الثاني أصلاً دلوقتي نروح بقى الماتش النهاردة قدام المصر اللي ما كسبش ولا سجل أي هدف في الدوري من يوم 10 فبراير اللي فات لما كسب ودي دجلة 3-0 في الجولة 17 من الدوري وبعدها خسر من الأهلي والزمالك والمقصة وتعادل كمان مع FC مصر بدون أهداف ده غير الماتشاط اللي اتأجلي وبالنسبة للمواجهات المباشرة فنفس الكصة برضو في آخر 6 مباريات بيننا وبين المصري المصري ما كسبش ولا تعادل ولا سجل أي هدف قدرنا إنهنا نكسب أربع ماتشاط بنتيجة 2-0 وماتش بنتيجة 1-0 والماتش الأخير في الدوري انتهى بسلسية نظيفة المصري عنده مشاكل كتير في الإصابات والغيابات في الفترة اللي فاتت وده اللي خلك كابتن طريق العشر يعتمد على لعيبة شباب في القوائم اللي دخل بيها الماتشاط الأخيرة وكان عنده الحقيقة مشكلة كبيرة في إنه هو يقدر يسيطر أو يبرز إمكانياته في المباريات دي وأعتقد إن الفرقة هيكون عندها مشاكل قدام النادي الأهلي وكبرات لعبته الكبير وبالنسبة لفريقنا بقى فهنتكلم على الفقرة المعتادة الغيابات ماتش النهاردة هيشهد غياب أحمد فتحي وقاليو ديانج للإقاف وهينضموا بقى للغيابات الطويلة زي محمود متولي وإحسين الشحات ومحمد محمود وساعد سامير ومين تاني دولي الكتير أول وغير كمان كهرباء الموقوف كمان أيمن أشرف موقفه مش محدد سواء هيلعب النهاردة أو لا بعد ما تعرض لكادمة في ماتش الجونة الأخير وخرج في الشوت الثاني ماتش النهاردة بقى هيرجع لنا فيه وليد سليمان بعد ما تعافى من الإصابة اللي أبعدته عن ماتش الجونة وبقينا نعمل تحليل دم بدل مسحة كورونا اللي تبهدل فيها في الفترة اللي فاتت ونتمنى بقى نشوفه يقدم أداءه المتوقع والمنتظر منه في الماتش النهاردة حاجة كمان عايزين نشير ليها هي موضوع صالح جمعة سألت مستر فيلر في المؤتمر الصحفي بعد الماتش اللي فات هل صالح خارج حساباتك تماما بعد ما ابتدى يرجع التدريبات لكن بنشوفه دايما خارج القايمة قال لا أصالح موجود في الحسابات وكل حاجة لكن الموضوع إنه هو مش جاهز بدنيا أول ما يكون جايز هيبدأ ياخد دقايق ويخش مع الفرقة بالتدريج ونتمنى نشوفه قريب إن شاء الله استنيكم بقى نتناقش في التعليقات عن توقعاتكم لتشكيل النهاردة يا ترى مستر فيلر يبدأ راس الحربة بمين؟ هل مروان محسن صاحب الجول بلاس 90 والتلات نقط الأخيرة؟ ولا قال يوباجي المتقلق مؤخرا؟ استنيكم في التعليقات وقبل ما نختم عايزين نتكلم على القائد محمد الشناوي الحقيقة بعيدا عن لقطة الاسيست اللي اخترق فيها كل القواعد عشان يساعد زميله ويحسنه المتش أو الانفراضين اللي أنقذهم من إسلام محارب في الشوت الثاني الشناوي كان عامل مباراة تانية خالص هيلة جدا مش هياخد باله منها غير كل اللي كان موجود في الملعب الشناوي طول المتش بيوجه زميله بيحفزهم بيحمسهم عمال يقول لهم لسه بدر يا رجالة وكان عنده ثقة إنه نحسم التلات نقط في المباراة دي والحقيقة تعليقاتكم كلها جات إيجابية عن الشناوي اللي اخترتوه رجل المباراة على صفحتنا وهننقلكم بعض ردود الأفعال اللي اتقالت عن محمد الشناوي عشان نحفزه قبل مباراة النهاردة المهمة وبنتمنى إن شاء الله أنه يحافز على التركيز ده لنهاية الموسم في موهي الدين عمار قال الحمد لله على الفوز بس الأداء مش مقنع اللي عيبة مش مركزة في الملعب حنا مش ناخد التحليق بها نشيله في إيمان صيام بتقول صاحب الأسست الأوقات الصعبة دايما عاش قلب الفريق النابط ودكتور قسامة بيقول تصدقوا إن الأهل هيقابل الوداد مش عارف إيه ماشي ده مش حلو وفيه قسقس بيقول بلاش والنبي كلما بنتكلم على اللعب حلو بيتحزد لا إن شاء الله ربنا نسترى مع الشناوي وممكن يدبح حاجة لفترة اللي جاية عشان الكلام كتير عليه وعبد الله مجيب بيقول الشناوي يا كبير الشناوي يا معلم وعمله قلبين دي الحقيقة كلنا بنقول علي كده وناصر إبراهيم بيقول بصراحة الشناوي ربنا يحميه فضله يقف على الخط مكان المدرب يعني ماشي ممكن وإحمد رمزي بيقول الاسست الهدف كمان وفيه سوزيا عازر بتقول ربنا يحميه وخالد بيقول شنو الجوكر وكمان في من تاني محمود بيقول نصر المباراة الشناوي الحياة الناس كلها مبسوطة من أداء الشناوي نروح بقى لتعليقات تانية فيه شريف شريف بيقول والله فعلا ما أسهل النجد السلبي كل الدعم للعاب الأهلي وعجب على الجمهور اللي ساب الإعلام وشغال نجد هدام نتمنى طبعا ان يكون فيه انتقادات طبعا للفريق عشان تساعده في الفترة اللي جاية لكن نحاول نحافظ على الخطوط الحمرة فيه فرق بان ان انت بتنتقد عشان الأداء مش عجبك او فيه حاجة مش عجبك او ان انت بتنتقد عشان تهد كل حاجة في الوقت الحساس ده من الموسم وفيه محمد حسين كمان بيقول الشناوي رجل المباراة انكز المباراة فيه لقطة انقاذ هدف مؤكد من اسلام محارب وصنع هدف الفوز لمروان حارس قائد بجد وكابتن بجد بيشتغل في صمت ومش بتاعشوه منتمي رفض الاحتراف ومشجعش اللاعبين عليه ورفض عرض بيرامدز اللي وقتها كان هيخليه أعلى عقد سنوي الحارس في تاريخ مصر بس تمسك بينا لما تقاله ويحنا محتاجينك وما ترماش في حضنهم ربنا يثبتك ويحميك ويبعد عنك أنصاف المنتمين الحقيقة تعليق من محمد حسين ما نقدرش يعني نعلي عليه ونكون نختار التعليق ده نقفل بي الحلقة ونشوفكو يوم الجمعة إن شاء الله قبل ما موت شوادي دجلة ويالله يا قهل اشتركوا في القناة